إيماننا منهم بدورهم الوطني وواجبهم الإنساني تتجلى جهود اللجنة الهندسية والفنية بالأمن الوطني في الميدان عبر وقوفها إلى جانب العائلات المتضررة من خلال فرق الهندسية والفنية التي تعمل على قدم وساق في إعادة تأهيل أجزاء كبيرة من امتلكات المواطنين ومنازلهم التي تدمرت بفعل عدوان الاحتلال الأخير على مدينة جنين ومخيمها أمر رحب به المواطنون من أول يوم أجل جهاز الأمن الوطني قيس المحتويات البيت من أبواب من شبابيك وقاموا بتركيبها وطبعا بشكرهم بشكر سيادة رئيس أبو مازين على المجهود اللي قاموا بيه من دعم ومن جهود اللي قاموا بيها سلطة المياه وبكافة إمكاناتها تعمل على إعادة تأهيل ما دمره العدوان من شبكات وخطوط ناقلة إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين العاجلة من مياه عبر صهريج ناقلة وذلك ضمن جهود متكاملة مع مؤسسات رسمية وأخرى أهلية ذات العلاقة في إعادة الإعمار وضمن رؤية اللجنة الوزارية المكلفة بذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس في التخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير احتياجاتهم العاجلة حالياً سلطة المياه تسعى لتوصيل المياه بأفضل شكل للمواطنين حالياً نعمل على إصلاح الخطوط في منطقة حارة الدمج تواقمنا تعمل في الميدان وأيضاً بالتوازي نعمل على توصيل المياه بواسطة الصهريج من خلال المؤسسات الداعمة للموضوع على أن يتم توصيل وتغطية المياه للمواطنين التي لا تصلها المياه بشكل مباشر بهذا اليوم للمساعدة في حل الأزمة لحين الانتهاء من إصلاح الشبكات بشكل نهائي كل ذلك يرافقه زيارة وفود محلية وأخرى دولية إلى مدينة جنيين ومخيمها بها لدف الإطلاع من كثب على حجم ما خلفه العدوان الأخير من ضمارين في كافة مناحي حياة المواطنين أحمد نزال تفزيون فلسطين جيني